الحقيقة ان ارتفاع درجات الحرارة اللي بتعاني منها كل دول العالم مش دولة لوحدها بيكون فيها ارتفاع درجة الحرارة بشكل خاص لكن طبعا التغيرات المناخية فرضت نفسها على كل الدول وبقى فيه نوع من ارتفاع غير مسبوق أو معتدناش عليه ارتفاع درجات الحرارة طبعا بيسيب كده تأثير مش بس سلبي على البيئة لكن كمان حتى في استخداماتنا اليومية بنلاقي للأسف في بعض الحوادث الخاصة بالحرائق بعض الحوادث الخاصة بازاي ان احنا نحمي نفسنا من اشعة الشمس سواء المدار المباشرة اللي ممكن تحصل لي الصحة او حتى في عملية التأمين الخاص بالمباني بالمحلات العادات السليمة اللي احنا مفروض نتباعها علشان نأمن نفسنا ان لقدر الله ما يحصلش اي نوع من الخلل الكهرابي مثلا يؤدي الى ماس وبالتالي يحصل حريقة في المكان اللي احنا متوجدين فيه اسئلة كتيرة بتدور طبعا في ذهننا وبتخلينا عايزين نكلم المتخصصين عشان نعرف الطريقة المصلة اللي نتعامل بيها في الاجواء دي او في الظروف دي صحيح ودايما لما بيحصل حرائق دايما بنروح لحاجة اسمها الماس الكهربائي ده في غالبية الحرائق زي ما بنسمع طبعا ايه اللي بيحصل بالزبط وازاي لو حصل الله قدر الله كارثة ازاي نتعامل مع هذا الامر اسئلة كتير عن علاقة الكهرباء بحوادث الحرائق هنستعرضها للوقتي بالتفصيل مع ضيفنا لمنورنا فيه الستوديو رمان سحمد عبدالسلام استشاري إدارة مشروعات الكهربائية صباح الخير عليك يا بشمعون صباح الخير يا فنبي أهلا وسهلا بيك يا فنبي في البداية دايما بنسمع كلمة لما بنشوف حرائق مثلا بنسمع كلمة ماس الكهربائي المتهم المجهول آه الماس الكهربائي طب هل ده لي علاقة هل فعلا ممكن يكون سبب الماس الكهربائي وازاي ممكن يحصل يعني أنا قاعد في بيتي كده مرة واحدة يقولك ده ماس كهربائي طب حصل منين جيز ازاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم خليني بس الأول أعكس الموضوع علشان السادة المشاهدين يفهموا القصة بتبقى أساسها إيه أنا هاجي من عندي كلمة مسلس الحريق أنا في عندي مسلس الحريق عشان أي حريق لقدر الله يعني يقوم بيبقى في عندي مادة وعندي حرارة وعندي أكسوجين التلاتة دول أينما تواجدوا بتحصل الحرائق طيب المادة دي خشب وماش ليكود يعني سوايل غاز طيب الحرارة بقى منشأها إيه الحرارة منشأها اللي احنا المتعرف عليه جميعا بلس أننا ممكن يحصل عندي شرر كهرابي يؤدي إلى يؤدي إلى الحرارة طبعا الجزء التالي طبعا اللي هو الأكسوجين هو حامل اللي هو بقى المسؤول عن إتمام بالضبط علشان كده علشان كده قبل ما ننقل على بين قصين الكهرباء لقدر الله ما بيحصل أي حاجة وتكون حريق بسيط لازم أول حاجة أحاول أطفي أو أعزل الأكسوجين سواء كده يعني بطنية أي وسيلة من وسائل العزل بحيث أننا أجنب أو ألغي ضلع من القضل واضيفة أقدر أتعامل مع الحقيقة لو كان الموضوع بسيط ما كانش بسيط هنقول الإجراءات في سياق الحديث طيب ده يخدنا لكلمة حرائق الكهرباء أنا عندي الحرائق أو عندي الحرائق مقسمة لثلاث أنواع حاجة ABC أو ألف بهجيم حرائق الكهرباء هي حرائق من الدرجة C لها حرائق المواد الكهربية والأجهزة الكهربية ليه بتحصل؟ ليه الأول بتحصل حلائق الكهرباء؟ أنا عندي موصلات بيمشي فيها كهرباء الكهرباء دي ماشي فيها فولت أو أمبير معين بشكل أو بآخر ممكن يحصل تآكل ممكن يحصل عدم وصفة للكود ممكن يبقى أنا عندي جهاز مثلا ودي مهمة جدا لأستاذ المشاهدين لو أنا عندي جهاز 220 فولت وراء النين بليت اللي موجودة على الجهاز يقولك بيسحب مثلا سي 10 أمبير مفروض الكابل بتاعه يبقى ربع ل10 أمبير يعني كام 2.5 ملي لو أنا تعاملت بس أنا مش متحكمة في شكل السلك أنا بتكلم أنا بشتريه كده كجهاز أنا بتكلم أنا هوصله أنا لو دوقتي ما عنديش مصدر للطيار فهترى جيب المتعرف عليه برضو بلغة أستاذ المشاهدين المشتركات أو الوصلات وهي دي الكوارث لأنها غير مطابقة للكود أو محدش متخصص بيعملها أو أن أنا بروح يعني باكتهد وبخلي أي حد يعملها لي فبالتالي أنا ممكن يبقى عندي تلاجة محتاجة مثلا سي كابل 10 ملي ألاقي مديني كابل 2 ملي أو 3 ملي طب إيه اللي بيحصل لما بوصل الكهرباء زيها زي فيضان المية هي بتمشي فهي عاجزة حاجة تشيلها تتحمل كويس طب لما بيشلهاش إيه اللي بيحصل تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ حرارية طب طاقة حرارية مع زي ما حالك تفضلتي وقلتي ارتفاع درجة حرارة الجو اللي بيحصل بش تسيح ويتولع بالزبط ده الموضوع ده فيزيك اللي بيحصل جوه السلك أو جوه الموصل اللي بيحصل فيه ده حضرتك كمان بتتكلم عن الحاجات اللي في إيدينا مسألة إننا المشترك أو الوصلة اللي عاملها من بره ما بالك بالحاجات الموجودة لا نسخش في المصانع بقى أيوا بالزبط لا إحنا حتى الأمر نرخش في المصانع لن أحنا بيكلم بس على مستوى البيوت مين بي رأي حاجة زي دي في التأسيس؟ بالزبط التأسيس إحنا عندنا يعني يعني زمائلنا من المكاتب الاستشارية والسادة المهندسين إزاي مبنى أعمل له أرضي عشان أحميه لقدر الله من خطر السواق الكهربائية من الساعة قديلة لما بتحصل بتولد آلاف آلاف الكيلوفولتات كويس؟ إزاي أحمي مبنى إن أنا لما بيحصل لي الموضوع ده إزاي أقدر أحميه ده موجود في الكود المصري فأنا عندي الكود المصري مغطي جميع الأجزاء اللي تخص من تصميمه سواء كان مولدات سواء كان منازل سواء كانت مصانع بيتكلم حتى على المصانع بتصنفها حتى لو أنا هعمل مصنع كيميكلز إيه اللي مطلوب فيه في مصنع الكيميكلز دي إيه السفتي اللي مطلوبة فيه في الكهرباء لو أنا قدرت ألتزم بده وما جبتش حد مش متخصص يعمل لي الكلام ده الكود ده متعرف عليه؟ أي إفراد ده سواء منزل مصنع شركة أنا كمهندس استشاري ما ينفعش أحط ختمي على حاجة مش مطبئة لمواصفات بس ما هو ما فيش حد عادة بيجيب في المنزل المهندس ممكن متخصص ممكن يجيب كهربائي عادي حتى لو جاب كهربائي المتعرف في السوق المعروف مثلا الإخوة الفنيين اللي بيشتغلوا في المنازل عارفين الستة ملي بيستخدم فين الاربعة ملي بيستخدم فين السخالة عندي سخان كهرباء سلك التكيف بيبقى عامل إزاي؟ الكلام هو السر بس أنا المشكلة بقى في إيه؟ في مشكلة تانية نخدها بقى كده من الموضوع ده وهي مشكلة المنتجات الغير مطبقة للمواصفات يعني أنا ممكن أجيب سلك أربعة ملي بس ما هو مش أربعة ملي أو أربعة ملي ألاقي نسبة السيو أو نسبة النحاس فيه مش هي القانونية لأنها بتتعامل في مصانع اللي احنا بنسابها بيه قوسين إيه؟ مصانع تحت السنة أنا كمواطن عمري ما أفهم ده ما هو ده ما هو ده بقى الأسعار بتفرق الأسعار بتكون أول مؤشر إحنا عندنا فيه مناطق للأسف الشديد والدولة طبعا بوزارة التموين والأجهزة الرقابية بتحارب الموضوع ده بتعمل يعني سلك بتاع الماركة إكس جودة المنتج بالضبط سلك الماركة إكس تلاقيه بيتعمل في منطقة معينة وياخد الستامب من تحت السلم ويدباع على أساس أنه هو أنت تفاجأ بقى في إيه بقى كمواطن وأنا أفاجأ كايي كمواطن أنه لما يحصل لقبل الله حاجة الله إزاي ده حصل إزاي نسخن إزاي لما أجيب مثلا أجيب 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 كبل 6 ملي ولا 10 ملي ولا إيه مفروض أنه هو يستحمل معايا يعني أقول مثلا 10 ملي يستحمل معايا الطيارة غيرت 40 أمبير ألا إيه مش مش شال جهاز 20 أمبير ولا 15 أمبير أكيد فيه مشكلة طب لو أنا التزمت بالتأسيس السليم وجبت الأدوات اللي لها الجودة اللي تقدر تتحمل ده إيه العادات اللي أنا مفروض مع ملهش يعني مثلا فيه ناس بتبقى سايبة شواحن الهواتف المحمول كارسة والشاحن محطوط والتليفون مش متواصل كارسة يمكن إحنا الأجهزة الكهربية هل لازم فصلها قبل النوم مثلا يعني الساعات دي بتبقى طويلة بصلا نحن نتكلم من ناحية الاستهلاك وكلنا دلوقتي بنحاول نجتهد إن إحنا اقتصاديا يعني نميمايز أو نوفر في احتياجاتنا شوية تمام؟ الجهاز وهو موجود متوصل بمصدر الكهرباء مش شغال بيستهلك ستة في المية من تقضي يعني حضرتك حتى التلفزيون مثلا على سبيل المسائل يعني هو قريدي العدد الكهرباء بيسحب ستة في المية من دي جزئة الاستهلاك أنا بكلم في الجزئة اللي تهم الأغلب الأعام من الناس طيب لقدر الله لو كهرباء راح يعني راحة أوجات الطيار ما كان شمق أو الطيار ما جاش ممتظم إيه اللي هيحصل حسب بقى جودة الجهاز سبب من مسببات الحرائق وهو الكهرباء الناس إزاي تتعامل إحنا لا قدر الله يعني لما بيحصل الناس بتدخل بماية على طول لا طبعا دي أخطر حاجة إحنا قلنا إحنا قلنا في بداية حادثنا إن إحنا عندنا ABC C ما اللي هو حرائي الكهرباء أو الأجهزة الكهربية دي إطفاقها بيبقى بالمواد الرغوية أو الرغوية اللي هي يعني البودرة البودر تمام اللي هي البودرة تبودرة يبقى عندي في البيت؟ ما هو اللي عند حضرتك في البيت في المطبخ دي مفروض أن هي ABC يعني ممكن فيها ضغطة الطفاية فاندوس الطفاية عب الزبط الطفاية الحريق الطفاية ممكن تطلع بودر وممكن تطلع رغوية أهم حاجة إن أنا أحاول أعزل الأكسجين عن الحريق سواء كان ببداية حاجة اسمها ساني أكسيد الكربون دي بتستخدم في حرائي الكهرباء أو إن أنا لو هي حاجة منزلية زي ما قلت لحضرتك إن أنا بأي وسيلة بأي وسيلة تقيلة مش كتير بنهتم إن يبقى عندنا لا لازم دي لازم في ظل ارتفاع درجات الحرارة إحنا شفنا حريق العتبة ومبارح كان في حريق كبير في إحدى الشواء السكنية في فيصل في جيزة أجهزة التكيف والمروح والحاجة بالضبط ما هي دي مشكلة المشكلة أنا بيبقى عندي عداد كهرباء بحمل معين ودي في غاية الخطور أجي أنا علشان أرضي الأسرة كلها فأركب لكل فرض في الأسرة تكيف فأنا بلغت الإدارة المختصة في الكهرباء عشان تيجي تغير لي وترفع لي الحمل بتاعي فبالتالي السلك هيسخن جوه الحيطة فهذا حصل طب التأسيسه ما كانش مجهز بالشكل ده التلاتة فيه إزاي ما محمد يعمل إحلاله يقدر يعمل بسهولة أه طبعا الحاجات بتتدكك يعني في وسائل حديثة جدا أهم حاجة أن احنا يعني ما ندفنش رأسنا في الرمل لازم يعني عندنا المقدرة على مواجهة المشكلة لازم يبقى عندي المقدرة أن أنا أعمل صيانة لو أنا مثلا في المنشأ أو في مصنع لازم أعمل صيانة لو فيه عندي كابل 380 حصل فيه قطع بشكل أو بآخر وتهالك يتغير مش نقعد نلحم ونلحم لأن زي ما قلت لحضراتك الطيارة هو ماشي فجأة لو لقى فيه إيرجاب أو لقى فيه فراغ إيه اللي بيحصل؟ بيحصل سبارك أو بيحصل الشرر فتحصل الشرر بتيجي من هنا إن هو بيجي ماشي في مصاره وفجأة فجأة ملقاش المصار اللي هو ماشي فيه فإيه اللي بيحصل؟ بيروح السبارك ده بيجي منين؟ بيجي من الإيرجاب أو بيجي؟ طيب لو حد تنبه لده والحمد لله ما قامتش الحريقة يعمل إيه يحسب إن فيه شرارة؟ يفصل أول حاجة بيفصل طبعا بيفصل المفتاح العمومي بيفصل المفتاح العمومي وطبعا فيه رقم لوزارة الكهرباء لتورق الكهرباء رقم مية مختصر مية 21 بالضبط كده لو الأمر استدعى إن هو ما قدرش يتحصل على فني لهذا الأمر لكن حزاري حزاري إن إحنا نقاوم حلائق الكهرباء بالمية لأن المية موصل طبيعي والزيت كمان والزيت كمان الزيت من بي أو بي يعني الزيت من الحلائق اللي هي التانية الحلائق الأولانية اللي هي برضه يعني للسادة مشاهدين الحلائق اللي هي ألف أو إيه اللي هي القماش والخشب اللي هي الحاجات السلد أو الصلب اللي هو السائل والصلب اللي إحنا متعرف عليه إذن بشمونس يعني لقدر الله يعني عشان نحمي نفسينا أصلا من الموضوع من البداية بيبقى في حاجات بسيطة كده زي بشمونس ما قال دلوقتي مثلا وإنا بشتري حاجات للبيت مش هتكلم عن التأسيس يعني التأسيس ده قلنا إن إحنا ممكن نراجع الكلام ده والأسلاك بتعدي جوه الخراطيم سهلة يعني ممكن نستبدل الأسلاك بسهولة ونراجع الحاجات دي وده حماية للأسرة حماية للبيت وحماية للصبية طبعا متخيلين الخسائر بتاعتكو هتكون عاملة زي لا قدر الله اللي أحفظ الجميع يا رب الخسائر هتكون كبيرة جدا لا قدر الله ففكرة إن أنا مثلا قدامي مشترك دي حاجة بسيطة بعشر قرش وقدامي واحد تاني مطابق للمواصفات باثنشر قرش معلش أجي على نفسي في القرشين دول لكن هحمي بيتي هحمي أولادي هحمي الأجهزة الكهربائية الموجودة في مثل عندنا إحنا في الهندسة وفي هندسة الكهرباء بالذات بنقوله هو مثل إنجليزي بيقولك فتن فرجت ركب وانسا فأنا عشان نركب وانسا بجيب الكواليتي العالية جدا الجاودة المطابقة المواصفات مش عايزة أقول العالية عشان مش عايزين نبالغ أو حد نتغض يعني بس خليني أتكلم بالذات في الكهرباء أرجو من أستاذ المشاهدين كل حاجة تتم تبقى للمواصفة ده لو أنا عملته مرة مش أحتاج بعد كده أنا بقول لحضرتك خمسين مليون جنيه الغيب دلوقتي ده اللي هو يعني في الخسائر بتاعت العتبة لقدر الله لما بتحصل في شقة أو تحصل في أي مكان سكني الموضوع بتهيلي غير الفزع ما عليش أنا عايزة أخد نصيحة قبل ما نقفل لو حصل لقدر الله في حد من جيراني مثلا الحريقة هل أنا مفروض أتبع أي إجراءات علشان تقيني المفروض أن احنا طبعا بنفصل عمومي للكهرباء يعني مفروض نفصل عمومي للكهرباء للعموارة مثلا لو هي في نطاق العموارة الوحدة تمام وطبعا لازم رجال إطفاء علشان يعملوا عملية تبريد لو لقدر الله في ملاصقة لل بس أهم حاجة أن أنا لو أنا فرضنا أن أنا في دور في شقةتين مثلا والشقة اللي جنبي حصل فيها لقدر الله أي نوع من نوع الحراق إن أنا بفصل عندي برضو علشان ما يحصلش يعني تتسلل الحريق عن طريق الحرارة لعندي نحن بنشكر حضريتك شكر كبير جدا للمهندس أحمد عبد السلام استشاري إدارة مشروعات كهربائية شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة